وبالتالي اعتقد ان هذه النقطة الاصلية اللي مخلياني حاسس ان تعيين جوزبالدو فريرا هو امر يبدو ايجابيا من حيث المعطيات لان حالة الزمالك في الوقت الحالي محتاجة اولا لمدير فني عنده قوة كبيرة تجمع الفريق خلينا نحط المعطيات بتاعة فريق الزمالك حاليا على الترابيزة ونتكلم فيها مجموعة من النجوم محتاجين حد يعرف يدير ازمة لان احنا بنتكلم عن مجموعة كبيرة ايضا من اللاعبين عقدهم على وشك الانتهاء وبالتالي عندهم بعض الغموض فيما يخص مستقبلهم وبالتالي فيها حالة عدم راحة الحاجة الثالثة ان الحالة اللي ساب عليها باترس كارترون الفريق هي حالة مأساوية في الحقيقة مأساوية ليه لان باترس كارترون كانت سر نجاحه وكان سر نجاحه في الاصل وده بان قوي في الولاية الاولى انه راجل يجيد الدفاع وتنظيم الفريق على المستوى الدفاعي بشكل جيد الفريق بيلعب عشرة وراكورة وبيعتمد على الهجمات المرتدة لكن عشان الزمالك يكسب الدوري احتاج باترس كارترون انه يحاول يقلل شوية النزعة الدفاعية الصالح النزعة الهجومية ولان قائمة الزمالك فيها حلول فردية ممتازة فنجح الزمالك في انه يكسب الدوري بانه اعطى حرية لزيزو اشرف بن شرقي في عدم العودة للخلف واعتمد على الكورات الطولية والكورات القطرية المميزة وكان قائد وسط الملعب طريق حامد وبالتالي باترس كارترون وثق في امكانيات اللعيبة اكتر من تنظيم اللعيبة نفسه بمعنى انه حاول يدي حرية للعيبة على حساب التنظيم الفعلي للفريق الموضوع ده نجح في الدوري في السنة اللي فاتت لكن زي اي حاجة في الدنيا انت محتاج تطور نفسك في الموسم التالي لان المنافسين بيبقوا قاروك حفظوك وعرفوا ازاي واجهوك وفكروا في ده كويس والبروسيسور بتاع الدوري السنة اللي سريع احنا بنتكلم على ان مدربين كتير جدا عندها افكار كتيرة جدا وكلنا شفنا على سبيل المثال بيتسو موسيماني يفاجئ الكل في ماتش الاسماعيلي ب3-4-3 الماتش اللي بعده البنك الاهلي بيلعب ب3-4-3 وبيقفلها له قدر الامكان وبالتالي اللي حصل الموسم ده ان لما اشرف بن شرقي وزيزو ابتدوا ما يقدوش ادوار دفعية بحسب فكر باترس كارترون حصلت فجوة كبيرة في وسط الملعب ما بين المدافعين وما بين المهاجمين وبالتالي ابتدى يبقى فيه مساحات كتيرة استغلها المنافسون للزمالك خاصة مع غياب طارق حامد فبقيت اللقطة الاصلية اللي بيرتكن عليها كارترون اللي هي الدفاع المتكتل مش موجودة وبقى الفكرة بتاعت ان انا قدي حرية للنجوم بدون ادوار دفعية كارثية على المستوى التنظيمي زي ما كان ظاهر السنة دي وتحديدا في الفترة الاخيرة دخل على المعطيات دي كمان فقر كبير جدا من افكار باترس كارترون بقى لانقاذ الموقف بمعنى ان فيه غياب لطارق حامد قدم لي فكرة تكتكية ام لعب بتلاتة مدافعين بوضة الدنيا لان تلاتة مدافعين ده سيستم كامل لازم تتفرج على ماتشة شلسو وليفر بول عشان تعرف قدي ايه سيستم تلاتة اربعة تلاتة ده محتاج كواليتي لعيبة ومحتاج اهم من كواليتي اللعيبة انسجام على طريقة اللعب تلاتة المدافعين لازم يكون منهم اتنين على الاقل بيعرفوا ايه ابنوا اللعب من تحت صانع الالعاب الحقيقية في تلاتة اربعة تلاتة بيكون راس الحرب عشان كده لما حتى موسيماني كان بيطبق تلاتة اربعة تلاتة كان بيحاول يستخدم بيرسي فاو مش محمد شريف وبالتالي بتلاقي ان باترس كارترون استخدم الاسم تلاتة اربعة تلاتة لكن في الحقيقة تطبيق كان سيء للغاية طيب هو حل المشاكل الهجومية لا اطلاقا في مباراة الوداد تركة واحدة كرة تتنقل توصل ليه الباك اليمين حمزة المسلوسي حمزة المسلوسي طيارها ليه فاتوح فلما اتقرت التركة دي للاسف ما تدخلش باترس كارترون ما كانش عنده حاجة يقدمها فالزمالك بسبب التركة دي اول ما اتقرت وابتدوا يضغطوا على حمزة المسلوسي تسبب ده فهجمات عكسية كتير جدا على الزمالك وما كانش في حلول وبالتالي احنا بنتكلم في ان دي المعطيات اللي على الترابيزة محتاج مدرب يديني حلول هجومية او يديني سبات والتزام دفاعي الزمالك محتاج حلول هجومية لان الاسلوب الدفاعي يتسبك مباريات كبرى لكن عشان نكسب الدوري محتاج حلول هجومية وزي ما اتفقنا التركة بتاعت ان انا ادي الحرية للمهاجمين وخليهم ما يشاركوش في الادوار الدفاعية ودي التزام دفاعي اكتر شوية للظاهرين وما خليهمش يشاركو في الادوار الهجومية تحرقت وبالتالي انت محتاج مدرب يديك افكار هجومية جديدة يعرف يقود ازمة يعرف يقود مجموعة من النجوم عنده فكرة كويسة عن الدوري لمصر لهذا جوزبالدو فريرا كان الاجابة